من جانبه أكد رئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياد أن العراقيين يستطعون مواجهة التحديات بمفردهم دون الاعتماد على الأجنبي وضح في كلمة له بمناسبة ذكرى يوم نصر أن الحشد الشعبي سيكون مع بقية صنوف القوات المسلحة ضمانا لمستقبل البلاد ببركة هذا النصر وبإشراقاته على نفس أبنائنا أبناء الشعب العراقي أن يشطيع عراق أن يخرج من كل أزماته ولكن كان الدرس بليغ في أن الخروج من الأزمات وتجاوز الصعاب لا يتم إلا من خلال الإرادة الصلبة والعزيمة الكبيرة والتلاحم بين أبناء هذه الشعب عندما يواجه العراقيون جميعا كل تحدي فإنهم سيهزمون كل هذه التحديات بعزيمتهم بوحدتهم بإصرارهم بإحترامهم بعضهم لبعض بالتكاتف في مواجهة هذه التحديات وليس بالاعتماد على الأجنبي أو لا سمع الله الإصغاء إلى تخرصات تلك الأطراف التي تريد أن تظهر العراقيين على أنهم ماجزون عن مواجهة التحديات بمفردهم نعم واجه العراقيون تحدي داعش بمفردهم ولأشهر واستطاعوا أن يرسموا معالم الانتصار ومقدمات هذا الانتصار وبعدها حضر من حضر إلى العراق لكي يدعم ويساند وهذا إنما تم بإرادة العراقيين ووحدتهم وتكاتفهم الحجد الشعبي إن شاء الله منسج مع قيم الدستورية حاملها كبقية القوات المسلحة حافظ لحرمات وكرامات وأمن ومستقبل هذا الشعب وإن شاء الله سيكون مع بقية إخوانه في القوات المسلحة هو ضمانة المستقبل وضمانة الأمن وضمانة الاستقرار وضمانة السيادة